عايز اخدك بكرة مواجهة كبيرة جدا منتخب المغريب والمنتخب البلجيك والمغرب اكيد محتاجة فوس في هذه المواجهة ومواجهة صعبة بالتأكيد مواجهة مش سهلة يعني شكل المواجهة دي متخيلها ازاي؟ يعني انا عندي احساس ان المغرب هتلعب على كونتر اتاك هتفضل تدافع وتعب على كونتر اتاك لان برضو هم انا من وجهة نظري لان دايما الناس بتتفرج على بعضيه فهو شاف ممكن يكون شاف منتخب مصر شاف ازاي كيسبو منتخب بلجيك فممكن يعمله كده بس منتخب المغرب عنده امكانات عالية عنده لعبة على مستوى عالي فممكن اوقات كبيرة او تلاقيه بضغط ضغط عالي اوقات بيبقى في نص ملعبه ويلعب على كونتر اتاك فانا شايف ان المباراة تبقى صعبة كمان حتى عشان منتخب بلجيك الاعمار بتاعت اللعبة بقت صعبة اوي وما فيش تغيير في اللعبة فهي دي النقطة فانت منتخب المغرب ممكن يعمل منفجأة بكرة ويكسب بكرة ان شاء الله عود الحكيم زياش للمنتخب المغربي لها اضافة شفتي الاضافة دي في مباراة منتخب كرواتيا وليسه ما حسيتش ان حكيم زياش رجاء للمنتخب المغربي لسه ما حسيتش بس في بوادر منتخب المغربي عنده ثق يعني منتخب المغربي كمان فاكرينه في نسخة 98 كان منتخب يجاري اي منتخب يعني ما عادة طبعا مباراة البراطيل كان لها يعني الظروف بتاعتها المغربي عنده ثقة ان هو يقدر يجاري يمكن في المباراة الاولى يعني وحمى البداية ومباراة قدام منتخب كبير وصيف كاس عام النسخة اللي فاتت كان الموضوع برضو ممكن يكون صعب على اللعيبة شوية اللي في منهم اللعيبة بتشارك لأول مر ودي حاجة مهمة بالنسبة اللي انا اعدي الرهبة دي متوقع ان المنتخب البلجيكي مش يعني طبعا يعني تالت بقى كاس العالم يعني هو حظه ان هو جاي في وصيف وفي تالت كاس العالم في النسخة اللي بعدها بس ناس الوقت برضو المنتخب البلجيكي لسه ما فيش تجانس قوي حتى دي بروين يعني شفنا في مباراة كندا شفنا اصلا مباراة كندا وكانت كندا بتهدد المنتخب البلجيكي من كل مكان يعني كان بس فاضل المنتخب الكندي مهاجم بيعرف يخلص كان ممكن عادي جدا منتخب الكندي يحسم المباراة من الشوت الاول فبالتالي انا شايف ان المنتخب المغربي عنده فرصة كبيرة غياب لوكاكو لو تأكد غياب لوكاكو عن مباراة بكرة هيريح الدفاع المغربي كتير وهيخليه يفكر او يهدد شوية وما فيش لعيب بالقوة البدنية زي لوكاكو موجود هازرد لسه الموضوع مش جايب الفورما بشكل كبير فيش تهديدات قوي قوي حتى كمان حتى نص الملعب حتى الاطراف اللي كانت بلجيكا كان متمدة عليها جدا في 2018 توماس مونير توماس مونير مش جاهز بدنيا لا مكانه كستانيا كستانيا مش المرعب بشكل كبير شفنا اكرم توفيق يعني قدر انه هو يحد من الخطورة الاجبر بالنسبة لهم على الاطراف في كراسكو اتمنى المنتخب المغربي وهو كمان هيلعب بخطة ممثلة للخطة بتاع بلجيكا سلاسي الدفاع فانا متأكد ان المنتخب المغربي واصلا كده كده غزبا عنه عشف حكيمة يتحطى بكرة في مكرنا مع اكرم توفيق او اكيد يعني غزبا عنه هنشوف بقى عشف حكيمة اعرف يا احنا دي مقارناتنا اي احنا دي مقارناتنا